مرحبا فيكو حبايبي برج الجدي. اليوم حقرأ قراءة توقعات برج الجدي. علينا نشوف بالنسبة لبرج الجدي. اول اشي راح نشوف بشكل عام. الشغل الدراسة السفر وكذا. بعدين بندخل بالعلاقات العاطفية. بالنسبة للشغل فيه امر معلق. فيه امر ما تخذ فيه قرار. وانت عم تستنى على احر من الجمر في الشغل في العمل. وعم بيتم هذا الموضوع على خير. في العمل صار فيه عندك شوية اللي هي انت واقف مكانك اليك فترة. فحابب كتير انك تغير بشكل كتير كبير. بشهر تموز وعم بتحاول حتى لو انت بنفس الشغل بتحاول تعمل تغييرات حتى لو بديكور المكان. عم بتحاول انك تغير. لكن انا بحكي لك انه التغيير فيه الطريق. بالنسبة للناس اللي بستنوا السفر فيه احتمال كبير انهم يسافروا بتمموس. او على الاكتر فئاب اللي هو اوغست. عم بشوف ابراج مائية وطاقة برج التور او العذراء. بالنسبة للناس اللي بدروا صحباي بشويش فيه مالله من الدراسة. شوي فيه التهاء يعني عم تلتهوا بامور بلا طعمه. فمش غلط انه من وقت للتاني انه الواحد يغير جو. لكن ما تبعد كتير عن الدراسة لانها هي المخرج الوحيد تبعك كلال هاي الفترة. ما هيغير نفسيتك الا الدراسة. عم تحصل على عم تحصل على نتيجة حلوة. لكن مش كتير اللي انت تمنيتها لانه ضيعت وقت شوي بالفترات الماضية. برج الجديد اذا. او راق بالعموم يعني مش سيئة منيحة. خلينا نشوف العاطفة للعزاب. اذا فيه شخص جديد. هذا الشهر. عم بشوفك محتار. فيه حيرة من امرك. ما عم يجر اي يعجبك يعني وضعك. عم تحكي باي باي لوضع وتروح. او لشخص. ممكن يكون فيه شخص او حياة جديدة عند السنة. لبرج الجديد. لا فيه وراء فيه امل فيه. بس شخص جديد يعني بدي اشي يؤكد لي انه فيه شخص جديد. شوف فيه شخص عم بيحاول يحكي معاك ولكنه بيعرف طرف تاني. لكن انت مش عارف. او ممكن تكون عارف. بس فيه ظلام فيه فيه غموض يعني. عالاغلب انت مش عارف انه هو عم بيحكي مع طرف تاني. لكن عم تبلش يحكي معاك. ممكن يكون فيه ارتباط. مش كتير مبين فيه ارتباط. لكن عم تتقلق يا برج الجديد. عم تثبت وجودك فيه. عم بيحسوا اللي حواليك بقيمة كبيرة لقلك. فيه شخص بيفكر فيك لكن ما هيبادر في شهر تموز. ما هيبادر. يعني حاولت انه اطلع من الورق بس اكتر من هيك ما عم يطلع معي. مبين كمان. انه انت مجروح ولسه ما تشافيتي. ممكن عشان هيك ما عم يجي هذا الشخص الجديد في حياتك. لانه الشخص الجديد شرط انه يجي لازم تطلع من الطاقة القديمة. من شخص قديم كان مؤثر في حياتك. فلما تطلع من هاي الطاقة رح يتحرك هذا الشخص ناحيتك. فحاول بالفترة الجاي انك تستغل هذا الموضوع. خلينا نشوف المتزوجين. لبرج الجدي اش ظروفهم. هل في مشاكل هل في طلاق لا سمح الله. ازا لبرج الجديد. الورق اللي نزل معاي رح اقرأه. ازا لبرج الجديد المتزوجين حبايبي. في حمل كبير عليك. او القراءة ممكن تكون عكسية. في اللي هي مدفوعات مبالغ مالية مطلوبة منك. فانت بتحاول هاي الفترة انك تغطي او تسد هاي الديون او قرض ممكن. فعم بيكون بالك كتير مشغول متزوجين من هذا البرج. الاولاد عم يشغلوا بالك بشكل مش طبيعي. وكأنه عم او واحد منهم ممكن يكون في طريق انت مش عاجبك. فعم بتحاول انه تسيطر على الامور. عم بشوفك عم بتسيطر عليها. بالنسبة للشريك. الشريك كتير مشغول في المواضيع المادية. المواضيع العاطفية حاليا ما عم يفكر فيها. عم بشوف شوية بعد اللي هي المشاعر عم بتكون شوي باردة. من ناحية تكون. عم يرجع لك شيء قديم من قبل. وكأنه في شخص ثالث عم يدخل على الموضوع. ممكن يكون عندك او عند الشريك. يعني خلال فترة الملل هاي اللي انتو فيها او بالبرود. عم بيدور الشريك عن شيء ينعش مشاعره. او هو في طبيعة الحال عم يحكي مع طرف تالت. بس في سعادة. في نوع من السعادة وكأنه في فرحة حتدخل على البيت عم بتكون مسيطر حبيبي على اللي هي الأمور العاطفية عم تمتلك قلب الحبيب من بعد ما شاف هو الطرف الثالث وما عجبه أو مال منه اللي هي فترة يمكن أسبوعين ثلاث عم يحكي مع شخص ويتركه بس عشان ينعش مشاعره ويرجعلك بمشاعر جديدة لأنه أنت رفيق الحياة أنت بالنسبة له الأول والأخير يعني في الأول وفي الآخر هو عم بيفكر فيك أنت الإنسان اللي حتكمل معه كل الحياة عم بشوف فيك الشخص اللي اتحملت معه كل المصاعب فمش هاين عليه أنه يغدرك أو يخونك فعم بشوفه عم نرجع لعقله بشهر تموز وعم بقدم لك ممكن هدية أو حب حب زيادة عن اللازم يعني الشريك يا قبيض يا أسود يا من مرة بده يبعد يا إما يعني لما يقرب يقرب فعم يحصل على قلبك من جديد وعم تجددوا الحب اللي بناتكم إذن لبرج الجدي المتزوجين منهم في حمل في مسبة حمل اللي يعني يستنوا حمل من النساء لأنه بيين في ولادة في بداية شي جديد في حمل للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش منفصلين للمرتبطين إذن شونية الشريك وهل هو صافي ناحيتنا أو في علاقات تانية في حياته؟ لبرج الجديد في إمكانية وجود علاقة ثلاثية لكن مؤقتة عم بتكون ما عم بتأثر كتير على الطرف اللي معانا الشريك في أمل جديد في العلاقة وكأنه خبرية رح توصلت عن الشريك من ناس تانيين يعني شوي حكي لك إياها هو كتوم نبين عليه إنه شوي كتوم الشخص وعم بيرتب أموره في ظلام عم بيكون متكتم كتير على الخطوات اللي عم ياخدها عم يحاول يحل مشاكله لحتى يرتبط فيك القراءة ممكن تكون عكسية أنت عم بتكون الأمور معك زابطة كتير الحظ عم يلعب معاك دور كبير بالنسبة للمرتبطين عم بيكون في فرص أخرى لكن أنت عم يعني حابب أنك ترتبط في الشخص اللي معاك أكثر من الشخص الأديم اللي كان قبل هيك لكنه عم يطلع على السطح يعني هذا الشخص الأديم عم يظهر في حياتك لكن وحتى أكثر من شخص يعني كنت تعرفه من قبل طبعا عندك أو عند الشريك القراءة ممكن تكون عكسية عم يظهر لكن ما عم يأثر عم تتمسكوا في بعضكم البعض عم بشوف حب حقيقي ممكن ينتج عنه عيلة في إمكانية ارتباط لبرج الجدي خلينا نشوف في قرار رح ياخدوا الشريك ممكن يكون ارتباط فبشائر خير لبرج الجدي خلينا نشوف للمنفصلين من برج الجدي شو مخبي لهم الوراء نأخد هذا الوراء للمنفصلين في رجوع أو لا وشو عم يشعر الحبيب في البعد وهل في علاقة ثلاثية أو لا بيّن عندي إنه في علاقة ثلاثية للمنفصلين فيه علاقة ثلاثية لكن فيه أمل في الرجوع أمل كبير من الطرف الآخر عم بيفكر إنه يرجع بأي طريقة كانت عم بيحاول يقدم لك مصالح شغلات علشان أنت تقبل إنه يرجع عم بيكون فيه اتفاق وكأنه ارتباط أو اتفاق على طبيعة العلاقة الجديدة اللي رح تعملوها سوا وممكن يعبر هذا عن علاقة ثلاثية كمان بالبداية ما رح يكون عم بيفكر بارتباط وأمور من هذا النوع لكن فيما بعد ممكن تتطور الأمور بشكل حلو إذن فيه أمل في الرجوع في شهر تموت عم بتكون مشايف أي شي حواليك أي فرص بدك الطرف الآخر بأي شكل وهو عنده نفس الشعور ولكن ما عم ياخد خطوة كان بالفتر الماضي لكن الآن هو جاهز للرجوع خلينا نشوف إذا فيه نصيحة ممكن نقدمها لبرج الجدي لشهر تموت إذا فيه نصيحة شو هي من الأوراق من الطوخة الكونية من الكون عم بيحكي لك اعمل توازن اعمل توازن في حياتك أعطي شوي للروحانيات ما تكون بس اللي هو بتفكر بمادية أو بالأمور المادية كتير فكر بالروحانيات لأنها ممكن ترفع طاقتك لدرجة أنت ما بتتخيلها يعني بتخليك بتوصلك لمرحلة اللي هو بتخليك تحصل على كل إشي فكون على قد هاي الطاقة وعشان توصل لهاي الطاقة بيقولك أنت بعيد حاليا عن الروحانيات فحاول أنك تكون أكتر روحاني بهاي الفترة لأنه أنت بحاجة لهاي الموضوع فببشرنا بإشي ممكن في الورق عم بنشوف كنت عم تنتظر وبالأخير عم تحصل على موضوع كنت تستنع فهذا كل إشي بالنسبة لبرج الجدي حبايبي بشوفكم ترجمة نانسي قنقر